أقام قسم هيئة الإعلام والثقافة في الفرع الثالث للديمقراطي الكردستاني مسابقة ثقافية أدبية بين شرائح الطلبة والشباب للجنسين حول كتاب الرئيس مسعود بارزاني الموسوم البارزاني والحركة التحررية الكردية المنظمون لهذه المسابقة أكدوا أن الهدف من المسابقة التعريف بتاريخ نضال الكردي والدور القيادي للرئيس مسعود بارزاني في النضال المستمر بين أبناء الجيل وحتى تحقيق المطالب المشروعة لشعب كردستان قطوة تشجعية وثقافية جيدة يتعرف الجميع على تاريخ وتراث وأدبيات الثورة الكردية وبالأخص في الفترة التي بعد عام 1975 في الجزء الرابع من كتاب الرئيس مسعود بارزاني الحركة التحررية للكرد حيث أكد الرئيس البارزاني على هذه المرحلة من الثورة أقدم شكري وتقديري لهيئة الثقافة والإعلام في الفرع الثالث لحزب الديموقراطي الكردستاني التي قام بالمنافسة لكتاب الرئيس السيد البرزاني تحت الشعار البرزاني وتحرير الكرد نحن كمنظمة اتحاد ساكر بوك شاركنا في المناسبة أو المسابقة التي أقامتها فرع النشر والثقافة والإعلام في فرع الثالث للحزب الديموقراطي الكردستاني وأيضا لدينا متسابقتان اثنان من الفرع اتحاد دينا وهذا المناسبة أو المسابقة هو لوعي الشباب